قبل يكون هذا المصنع نعم قبل يكون بوزارة الصحة دعنا نتكلم عن العشرين اي او نتكلم عن الواحد وعشرين نعم الواحد وعشرين هذه المواد اللي الآن انتوا قاعدت تنتجوها صحيح شكتك كانت تتكلف الوزارة؟ تتكلف مبالغ طائلة ومليارات وخروج العملة الصعبة الى الخارج اي هس اضافة الى هي اقتصاديا هي قد تكون غير مربحة لك دولة الدولة ما تحب تطلع العملة الصعبة الى خارج بلد نعم واضح ثاني شي الفكرة دا تصير شحة بالمستشفيات فمن يجون يسوون العمليات يلقون شحة احنا شايفيها حتى بالاسواق المحلية شي طلبة على اي شي معين جاي تلقى يوم موجود وثانيا ما موجود وراه يرد يرجع اكو شحة تصير بيها اتفقوا ياك تمام اضافة الى هاي انه كفاءة المنتج شوية نوعا ما تكون غير مضمونة لانه دا تنفحص بالحدود دا تنفحص بالمخارج وطاريخ نفاذ ووقيت وبرودة وحرارة يتعرض لكل الاتحاصي صحيح هاي الفكرة اللي ثبتتها وزارة الصحة اللي هو كل منتج هو من مسؤولية المصنع من مواد اولية وفحص رقابة ومو بس هاي دا نروح بالاتجاه الثاني اللي هو الفحص الموقعي بالمستشفيات حتى نتأكد المسحات ما بيها اي بكتيريا وجرافي جيد هذا الانتاجية اللي مثلا يعني انا كنت اتمنى انه جيوياك حتى ولو عينات حتى نشيكها او مثلا ممكن تقارن بالادوية او ممكن تقارن بالمعاقمات العالمية جودتها عالية صحيح جودتها كلش عالية وجودتها اثبتت للاطباء الجراحين ولكادرنا الطبي وإلى صالة العمليات الكوادر متخصصة بصالة العمليات طيب واصلا صارت بيها كتب شكر وصارت بيها مسحات لان تنعف التجاراتين ما تقدر تشوفها فعلى المسحة والزرع تقدر تعرف انه كفاءة المنتج طيب ضمنت وزارة الصحة عن طريق مصنع الصحة الوطني ضمنت شغلتين الاولى عدم شحة المواد هذا اهم شي نعم ثاني شي الكفاءة